صدر عن صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم عشرين لسنة الفين وثلاثة وعشرين بتعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه يعين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كل من السيد فهد عبد العزيز بهزاد مديرا لإدارة الحوكمة والبنى المؤسسية السيد أحمد عبد الوهاب لبلوشي مديرا لإدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية السيد منيرا مبارك الفاضل مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية ترجمة نانسي قنقر